ولذلك الله سمى من قنق من رحمته ظال وسمى من حالت القنوط دونه ودون عبادة ربه كافر أعرابي قال له واعظ ويلك من الله قال ومن سيقوم بحسابي بعد موتي قال الذي سيحاسبك هو الله قال أمنا فما عرفنا الخير إلا من الله ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان إنما هو وسوسة الشيطان ولذلك الله سمى من قنط من رحمته ظال وسمى من حالت القنوط دونه ودون عبادة ربه كافر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قد يوصل القنوط إلى الكفر نعم يوم أن تغلق الأبواب والذي غلقها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان أين الله كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام في فأل وفي ثقة بعطاء ربه في قمة الظروف الحالكة أبواب مغلقة دنيا كل من فيها كلهم يعادونه في المدينة في غزوة الخندق يهود ومنافقين ومشركين وخيانات ومع ذلك كان يضرب بمعوله في الخندق فيرى ويبشر بفتح بصره بفتح صنعه عليه الصلاة والسلام يعرف ربه ولذلك إذا رأيت إنسان تسكب يسكب الدمعة حزناً وقنوط كل يا شيخ ما طقيتها يمين انقلبت يسار كل ما أردتها تستقيم اعوجت اعوجاجها لأن الله يريد أن يسمع صوتك وقرعك لبابه أحب سماع صوتك فواصل ليس عجزاً من نصرتك ولا من عطائك أحب سماع صوتك ألا تحب سماعاً أو ألا تحب الوقوف بباب الله أما أذلنا الخلق ونحن نقف بين يدي أبوابهم أما مددنا الأياد لهم فبصقوا في أيدينا وجحدوا لنا معروفنا وطردونا من أبوابهم ألا تقف أمام الله وباب الله الذي لا يرد السائلين وما بكم من نعمة فمن الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق